السلام عليكم حياكم الله وإياكم في هذا الدرس الجديد في هذا الدرس رح نتعلم كيف نضيف نص طويل في منصة App Creator أو في تطبيقاتك في هذه المنصة فكثير ناس رسلوا لي ويتغلبوا كيف ننضيف مثلا تطبيق قصص محنا عارفين نضيف نص طويل حتى لو نضيف نص طويل ما بتلحلوا فاليوم رح نتعلم بطريقة احترافية إن شاء الله ففي طريقتين إنك تضيف نص طويل في منصة App Creator الطريقة الأولى وهي عبر قسم text and image يعني نص وصورة رح نتعلمه الآن والطريقة الثانية اللي هي html رح نتعلمها الآن اللي نفضلها اللي هي html فأنا رح أشرح على هذا التطبيق للسرعة ومكانك تسوي على أي تطبيق وتسوي الأقسام اللي رح أشرحها الآن تمام رح أسوي قسم رح أضيف هي الطريقة الأولى لما تشوفوا هذا القسم نص وصورة تمام نختار طبعا أول وحدة أول تحتها أول ليسارها فأنا أفضل اللي بالنص فوق زي ما بتشوفوا فبتحط اسم العنوان إن يكون الرقية الشرعية رح أجيب الرقية الشرعية تكون نصها طويل رح أروح أجيب النص إن يكون الرقية الشرعية المكتوبة تمام هذا الموقع رقية للعين زي ما بتشوفوا النص طويل كثير كثير فأخذ مباشرة النسخ للنص كامل نسخ زي ما شوفتم نضاف عنا النص كامل مكمل فنسميه وإن يكون الرقية الشرعية العامة تمام ممكنك تعدل إن يصير النص عريض أو النص مائل أو ممكنك تزيد الحجم على سمي مثال زائد واحد أو زائد ثلاثة تمام رح نشوف نحط حفظ رح نرجع للتطبيق طبعا تطبيق مثبت عندي أنا فقط للسرعة ممكنك تعدل أو تصمم على أي تطبيق أنت في الدكية هذا التطبيق شرحناه مبارح فقط للشرح يعني مش لأشي ثاني زي ما تشوف الرقية الشرعية العامة زي ما انتم شايفين نضاف عنا النص في كل سهول ممكنك تعدل على الحجم والألوان زي ما بدك تمام هذه هي الطريقة الأولى إن نضيف نص في منصة App Creator 24 تمام زي ما بتشوف ممكنك تعدل الحجم ممكنك تخليه فقط في النص يظهر فإنت بدك إياه النص طويل ممكنك تضيف نص عدد لا محدود ممكنك تغير لون الخلفية في الألوان أي شيء هذا معروف ما بدي أعيد فيه هذه الطريقة الأولى إن نضيف نص الطريقة الثانية اللي هي على عبر html هنا الناس تتغلب وما بتعرف شو هي المشكلة فسهل جداً هذا القسم سهل 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 فعشان يفتع لينا هس لما نشوف نحط نكست طبعاً نختار الثاني لأننا ما رح نضيف كود جاهز رح نكتب الكود بدينا لما نضيف نكست رح يصير عنا هاي الواجهة فأنا ما بدي هاي الواجهة تمام فبرجع على الأقسام بروع المتصفح وبحط عرض موقع سطح المكتب تمام وبرجع على الأقسام في منصة App Creator وبعمل قسم اللي هو html وبحط next زي ما بتشوفوا تغير عنا المحرر وظهر لنا المحرر الاحترافي زي ما انتو شايفين تمام فكيف بدي يضيف النص فبكبس على المحرر زي ما بتشوفوا وبحط توسط اللي هي موجودة هنا وبنسخ النص بتعب تنسخ النص من الحافظة مثل هيك زي ما انتو شايفين نسخ النص في كل سهولة تمام ومكانك تغير الألوان كانك تغير أي شيء عبر الأدوات هاي الاحترافية عبر اللابتوب أنا بفضل أحسن أحسن إذا بيفتح لك المحرر هذا فناس كثير تسأل كيف أفتح محرر html زي ما تعلمنا هي الفتح معنا المحرر بس بتحط للمتصفة عرض موقع سطح المكتب فبنحط الرقية الشرعية تمام وبنحط حفظ للقسم رح نرجع للتطبيق أنا أفضل عبر الاتش tml أضيف النص تمام لأنه رح يفتح عندهم بدون انترنت للمستخدمين فبنشوف الاتش tml كيف زي ما انتو شايفين نص احترافي جدا جدا عبر الاتش tml فامكانك كمان هنا نص عريض امكانك تخليه عريض في قسم الاتش tml اللي اضفنا كيفنا نخليه عريض بروح على اطش tml زي ما بتشوفو ضغطنا على تعريض ومكانك تضغط على ميل وابدنا نحدد النص عفوا ونقدر نحدده هاي صار عنا عريض بس الماء المش عارف ليش مش راضي يتحرك هو لو عندك لابتوب افضل واسرع انا عندي لابتوب بس اخدم لابتوب في هذا القسم لك انا عشرح مكانك تضيف زي هاي هو صار عنا عريض تمام بس نحط حفظ رح اغير رح اجرب قصدي تمام يعني هاي طريقتين اضيف النص في منصة طرق حلوة جدا 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 زي ما شوفتو صار عنا النص بكل احترافية نص اطش تي ام ال تمام ونص الرقي الشرعية اللي هو نص التكست العادي تمام فانا افضل اندك تضيف نص انك تضيف عبر اطش تي ام ال عبر المحرر اذا كان عندك لابتوب افضل يكون لك الشغل عبر المحرر اسهل واذا كان الجوال عادي فيك تشتغل عليه زي ما بدك زي ما تعلمنا واضيف النص واضيف الترتيب واضيف صور طبعا هذا القسم اللي هو اطش تي ام ال رح يكون ليه شروحات عديدة جدا جدا لانه هذا القسم هائل ممكنك تصنع جداول ممكنك تضيف صور متحركة ممكنك تسوي اللي بدك اياه في هذا القسم ممكنك تضيف لعبة فلاش بهذا القسم زي ما بتشوفوا عبر هاي بتضيف رابط اللعبة وصير الناس تلعب زي ما بدك تجيبها العاب فلاش فهذا القسم جميل جدا 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 وخاصا انذا بتسوي فيه نص احترافي واللي بدك اياه اعملوا في هذا القسم ورح نزل شروحات كثير كثيرة على هذا القسم وأسأل الله عظيم ان يكون كثير توفيت في هذا الشرح كيف تضيف نص في منصة اب كرياتور طبعا لتاك الهم الالوام كانك تعدلها زي ما بدك نخليها باسمي مثال ازرق نحط حفظ نرجع للتطبيق طبعا واجهة البداية كانك تغيرها يعني هاي بديهيات ما بدي اشرح فيها فبنروع الرقية الشرعية العامة زي ما شفتو كانك تخلي النص اسود بطلع اوضح على اللون الازرق تمام وكان هذا شرحنا لليوم وكيف تغير النص هذا اللون الاحمر لا تخليه تمام مش احتراف فانت شو بتسوي بتروع على الالوان اللون التصطير زي ما بتشوفو بتحط على مخصص بعد ما تختار الانوان وبتغير اللون هذا راح يروح اللون راح نتأكد معاكم ان يكن راح أخليها كلها ازرق حتى لون خلفي راح أخلي ازرق تمام راح تحفظ ما نسحك تخليه اللون أحمر خليه نفس لون القائم اللي فوق أفضل عشان يروح يصير التطبيق احترافي زي ما شفتوا راح اللون خليني أمسح كمان هذا القسم عشان يصير تطبيق نص فقط هذا التطبيق سويت عشان الشرح للسرعة كان تقوم تقوم تطبيق وضيف أي أقسام في تطبيقاتك وضيف النص في كل احترافي زي ما شفتم كان تتعدل لون النص ويصير لون أبيض عشان يصير متناسق مع اللون الأزرق فكان هذا شرح نا لليوم وأسأل الله العظيم أن يوفق ني وإياكم في المستقبل وأي شي بدكم إياه أنا جهز بالتعليقات والسلام وختام والسلام عليكم